اهلا بكم مشاهدين الكرام الى ساعتنا الاخيرة لهذا اليوم وفي عنوينها لهذا المساء اذا في عنوين الساعة الاخيرة لهذا اليوم في عنوين الساعة الاخيرة الرئيس الاسد يؤكد ان اسرائيل تدعم الارهابيين في سوريا عن طريق تقديم السلاح والدعم اللوجستي والطبي ايضا مصدر عسكري يقول ان عدوانا اسرائيليا استدفى احد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي وفي عنوين ساعتنا ايضا دعما للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال اضراب شامل في مدن الضفة الغربية المحتلة الساعة الاخيرة بدأت اهلا بكم رئيس بشار الاسد يؤكد في مقابلة تلفزيونية مع قناة تيلي سور الفنزويلية ان اسرائيل تقوم بدعم الارهابيين في سوريا عن طريق تقديم السلاح والدعم اللوجستي والطبي ما هو الدور الذي لعبته اسرائيل بشكل خاص في هذه الحرب التي تواجهها سوريا حيث نعلم ان الهجمات استمرت ضد مواقع الجيش العربي السوري في الاسابيع الاخيرة هي تلعب هذا الدور بعدة اشكال الشكل الاول هو الاعتداء المباشر خاصة عبر الطيران او المنفعية او الصوري على مواقع الجيش السوري من جانب اخر هي تقوم بدعم الارهابيين بطريقتين الاولى هي دعم المباشر بالسلاح الثانية هي تقديم الدعم اللوجستي لهم من خلال سماح لهم باجراء المناورات عبر مناطق سيطرتها ومن خلال تقديم المساعدات الطبية لهم فيما شافيها وطبعا هذه الاشياء هي ليست دعاءات او توقعات وانما هي حقائق موجودة مصورة وموجودة على الانترنت تستطيع ان تحصل عليها كادلة مثبتة لدور الاسرائيلي في دعم الارهابيين في سوريا ادانت سوريا بشدة حملة تضليل والادعاءات المفبركة التي ساقها وزير الخارجية الفرنسي جام مارك ايرولت ازاء جريمة خان شيخون وقالت وزارة الخارجية والمغتربين ان هذه الادعاءات تظهر انخراط فرنسا في تدبير هذه الجريمة وزارة الخارجية والمغتربين اكدت ان الجمهورية العربية السورية تدين بشدة حملة التضليل والكذب المسعورة والادعاءات المفبركة التي ساقها وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت ازاء جريمة خان شيخون مؤكدة ان اكاذيب والدعاءات الحكومة الفرنسية تمثل اعتداء صارخا وانتهاكا فاضحا لصلاحيات المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن وذلك في محاولة لاخفاء حقيقة هذه الجريمة وما يقف وراءها وان اعتراض فرنسا وحلفائها في منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية على مشروع القرار الروسي الايراني لتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومهنية اكبر برهان على ذلك الخارجية اشارت الى امتهان دول الغرب فن الكذب والخداع والتضليل لتنفيذ سياساتها في الهيمنة على العالم والعودة به الى عهود الاستعمار والانتداب والوصاية وقالت ان ما حصل في العراق وليبيا دليل على هذا النهج كما ان جريمة خانشيخون تأتي في نفس السياق في اطار المشروع التآمرية على سوريا لرفع المعنويات المنهارة للمجموعات الارهابية بعد الهزائم المتلاحقة التي تمنى بها يوميا امام الجيش العربي السوري وضرب الجهود الرامية لايجاد حل سياسيا للازمة الوزارة اوضحت ان الحكومة الفرنسية التي ركمت الفشل تلو الفشل والتي ادنها الشعب الفرنسي بقسوة من خلال الهزيمة النكراء لمرشح الحزب الاشتراكي الحاكم في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية لن تستطيع الهروب الى السياسة الخارجية لاخفاء اخفاقاتها لان ولايتها كانت بحق قصة فشل في السياستين الداخلية والخارجية وعنوانا للانحدار الاخلاقي والذي كان ضحيته الاولى والاهم مكانة فرنسا وسمعتها على الصحة الدولية مظهر عسكري يؤكد تعرض احد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي لعدوان اسرائيلي ما تسبب بوقوع بعض الخسائر المادية المصدر قال ان احد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي تعرض الى عدوان اسرائيلي بعدة صواريخ اطلقت من داخل الاراضي المحتلة ما ادى الى حدوث انفجارات في المكان مبين ان هذا العدوان الذي يأتي كمحاولة يائسة لرفع معنويات المجموعات الارهابية التي تنهار تحت ضربات قواتنا المسلحة لن يثنينا عن مواصلة حربنا عن الارهاب وسحقه وفي اعقاب العدوان الاسرائيلي اكد دمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين ضرورة احترام سيادة سوريا والامتناء عن تصعيد التوتر في المنطقة بدورها دانت ماريا زخروفا ناطيقة باسم وزارة الخارجية العدوان الاسرائيلي الجديد على سوريا تدين موسكو اعمال اسرائيل وتصفها او تعتبرها مخالف انتهاك القانون الدولي ويجب تجدر الاشارة الى ان سوريا عضوا في الامم المتحدة وزملائنا الغربيون تحدثوا كثيرا يتحدثون كثيرا خصوصا في السنوات الاخيرة وفي الفترة الاخيرة حول ضرورة التقيد بالقانون الدولي فلماذا لا نسمع منهم تقييم هذه الحادثة اكد القائم باعمال رئيس بعثة روسيا لدى الامم المتحدة بيوتر الاتشوف ان تصعيد التنظيمات الارهابية في سوريا ترك اثارا وخيمة على الاوضاع الانسانية وتقويض مباحثات جنيف وقال الاتشوف خلال جلسة لمجلس الامن حول الاوضاع الانسانية في سوريا ان اتفاق وقف الاعمال القتالية سمح بوصول القوافل الانسانية بنجاح لافتا الى ان التقدم في الاشهر الاخيرة واضح حيث تبذل جهودا مضنية لتحديد معايير وصول المساعدات الانسانية كما اشار الاتشوف الى ان ما يسمى اصحاب الخوذ البيضاء تميزت بفبركتها للافلام والشراءة الوثاقية ودعايتها الزائفة وهناك تقارير كثيرة تفيد بالروابط بينهم وبين المجموعات الارهابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افاد مصدر عسكري بسيطرة الجيش العربي السوري على حقل شاعر للغاز شمال غرب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي اثر اشتباكات مع ارهابي تنظيم داعش موقعا قتلى ومصابين في صفوفهم كما وسع الجيش نطاق سيطرته في منطقة المقابر بدير الزور المشهد الميداني في هذا التقرير هكذا يتهاوى الارهابيون امام ضربات الجيش العربي السوري الذين يدنسون ارض دير الزور بمحاولاتهم المستميتة لتحقيق اي انجاز على الارض ولكن محاولاتهم دائما تبوء بالفشل الجيش والقوات المسلحة حققت تقدما جديدا في عملياتها العسكرية المتواصلة على مواقع انتشار تنظيم داعش الارهابي في الجهة الجنوبية من مدينة دير الزور وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرت على تلة حسن وعدد من النقاط الاستراتيجية بعد اشتباكات عنيفة مع ارهابي تنظيم الارهابي جنوب غرب لواء التأمين الالكتروني على المحور الجنوبي للمدينة ادت هذه العملية لمقتل العديد من الارهابيين خلال الاشتباكات وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية خطوط وطرق فرار ارهابي تنظيم داعش من محيط لواء التأمين ما اسفر ايضا عن مقتل احد عشر ارهابيا واصابة اخرين سلاح الجو شارك القوات البرية في عملية مباغتة على مواقع تنظيم داعش الارهابي في الجهة الغربية من منطقة المقابر وحققت تقدما ملحوظا بعمق اربعمائة متر بعد تكبيد تنظيم الارهابي خسائر بالافراد والعتاد وفي درعة العشرات من القتل والمصابين من ارهابي جبهة النصرة والمجموعات التابعة لها خلال عمليات مكثفة لوحدات الجيش على اوكارهم ومحاور تحركهم في حي طريق السد وحي البحار وحي العباسية وشمال مبنى البريد بدرع البلد كما تم تدمير ثلاث دبابات وعربة بي ام بي واربعة مدافع جهنم وقاعدة اطلاق صواريخ وست عربات مركب عليها رشاشات متوسطة يصادف سابع والعشرون من نيسان من كل عام يوم المدفعية والصواريخ حيث سطر رجال المدفعية في الجيش العربي السوري بدمائهم الزاكية اروع ملاحم المجد والفداء ليبقى الوطن حرا منيعا اضاءة على هذه المناسبة في هذا التقرير يصادف السابع والعشرون من نيسان ذكرى يوم المدفعية والصواريخ في سوريا كسلاح بارز وفعال في الميدان حيث سطر رجال المدفعية بدمائهم الزاكية اروع ملاحم المجد والفداء ليبقى الوطن حرا منيعا ابيا فقد اذاق العدوى مرارة الهزيمة والخيبة يشكل سلاح المدفعية والصواريخ احد اهم مرتكزات القوات المسلحة حيث تأسست مدرسة المدفعية في الثالث والعشرين من كانون الاول عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين بمعسكرات عدنان المالكي في قطنة بريف دمشق ويعتبر السابع والعشرون من نيسان ذو قيمة رمزية ففي عام الف وتسعمائة واربعة وسبعين صبت المدفعية نيرانها على تجمعات الصهينة وحشودهم في معارك الاستنزاف على ذرى الجولان فزعزعت صفوفهم وشلت قدراتهم القتالية ودبت الرعب في نفوس جنودهم فاعتبر هذا اليوم الأغر عيدا مجيدا لسلاح المدفعية والصواريخ محطات مشرقة لسلاح المدفعية والصواريخ بتاريخ الجنش العربي السوري النضالي بدءا من معارك طبرية عام الف وتسعمائة وستة وخمسين وصولا لحرب الاستنزاف في جبل الشيخ والجولان عام الف وتسعمائة واربعة وسبعين إلى اليوم يواصل أبطال سلاح المدفعية أداء واجبهم الوطني مع باقي رجال القوات المسلحة بدك أوكار العصابات الإرهابية حتى القضاء عليها واجتثاث الإرهاب التكفيري وإعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع الوطن موسيقى قال مدير وهيئة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي نارشكين أن العضوان الأمريكية على قاعدة الشعرات بريف حمص هزى ثقة بتعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشأن محاربة الإرهاب موقع روسيا لو منقل عن نارشكين قوله أن الضربة الأمريكية على مطار الشعرات الذي كان يشكل نقطة إسناد للجيش العربي السوري لضم واقع الإرهابيين تدفعنا إلى التشكيك بمدى صدق التعهدات الانتخابية لترامب بشأن بذل جهود قصوى لإطلاق جهود مشتركة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابية أكد نائب وزير الخارجية الكازاخستاني مختارة ليو بيردي أن اجتماع أستانا المقبل بخصوص سوريا والمرتقب انعقاده يوميا ثالث والرابع من أيار المقبل سيكون على مستوى عال ويكالة سبوتنيك نقلت عن تليو بيردي قوله إن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا أكدتنا الاجتماع سيكون عالي المستوى مضيفا أنه لا يوجد معلومات نهائية ولا قيمة نهائية بشأن إمكانية توسيع عدد المراقبين في هذا الاجتماع دبابات ومدرعات تركية تحت إمرة وتصرف تنظيم داعش الإرهابي فنظام أردوغان لم يعد يكتفي بتقديم الدعم الناري والضربات الجوية لمرتزيقته في الشمال السورية أدلة وإثباتات جديدة برسم المجتمع الدولي أسامة شحوت دبابات ومدرعات تركية بحوزة تنظيم داعش الإرهابي في ريف حلب الشمالية والوسيط هم من تصورهم تركيا والغرب بأنهم معارضة معتدلة صحيفة بيرجون التركية نشرت مقطع فيديو يوثق امتلاك التنظيم الإرهابي لإحدى تلك المدرعات مشيرة إلى أن المعلومات التي بحوزتها تؤكد أن عناصرات تابعة للعصابات الإرهابية في ريف حلب الشمالية والتي تعمل تحت إشراف الجيش التركي نقلت عدداً من المدرعات والدبابات التركية التي قدمها جيش أردوغان لهم وأوصلتها إلى إحدى مقار تنظيم داعش الإرهابي في الريف الشمالي لمدينة حلب دعم نظام أنقر المباشر لتنظيم داعش الإرهابي لم يعد يخفى على أحد وحتى على الصحافة الغربية التي تحاول تجاهل تقارير مراسليها في المنطقة الصحفي الإيطالي جابرييل ديل جراندي التي تم اعتقاله في تركيا وترحيله في الأيام الماضية أدلا بتصريحات مثيرة بعد وصوله إلى إيطاليا الصحفي الذي طرد من تركيا بسبب الفيلم الوثائقي الذي كان يحضره عن دور نظام أردوغان في دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا أكد في تصريحاته أنه كان يعبر من منطقة كيلس التركية إلى سوريا من دون أي عقبات وكان الجميع يعبرون بجوار السعوديين والششانيين ومقاتلي داعش بكل سهولة ويسر متسائلا عن أي تفويد صحفي تتحدث سلطات أردوغان بينما كانت شرطة الحدود تسح للجميع بالعبور وتقدم لهم كل التسهيلات رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يطلع على واقع العمل في مشروع ضحية الفيحاء السكنية في منطقة البجع بريف دمشق اطلع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على واقع العمل في مشروع ضحية الفيحاء السكنية في منطقة البجع بريف دمشق واستمع من القائمين على المشروع إلى شرح مفصل حول الخطوات العمل والبرنامج الزمني للإنجازة ومراحل إنجاز البنية التحتية الرئيسية نحن نأكد أنه خلال الأزمة لأنه كان التحدي كبير ولأنه كان الإرهاب كبير فزادت وطيرة البناء وطيرة العمل أضعاف ويعاهدوك ويعاهدو السيد الرئيس ويعاهدو إدارتنا ووزارتنا أنه كمان رح نضاعف لأقصى حد لكل شيء فينا نقدمه والعمال نستبشر بوجوههم الخير وبزنودهم العمل بإذن الله المهندس عماد خميس بيّن أن إطلاق هذا المشروع يعد إنجازا مهما يعبر عن مدى قوة الدولة والشعب في سوريا رغم ظروف الحرب الإرهابية إطلاق مشروع ضاحية الفيحاء السكنية بحجم 11 ألف وحدة سكنية يعني هي مدينة سكنية كاملة هذا رسالة للعالم كله عن قوة الدولة السورية فالإرهاب يدمر ونحن في ظروف حرب وأن نطلق مشروع سكني بهذا الحجم والضخام هو حقيقة يعبر عن قوة الشعب السوري وصموده في ظل التحديات التي أفرزتها هذه الحرب كما جعل المهندس عماد خميس والوفد الحكومي عن الأعمال الجارية في الجزيرتين الخميسة عشر والسادسة عشر من مشروع السكن الشبابي بضحية قدسية بريف دمشق والتين تضمان 1600 شقة وسيتم إنجاز الأعمال بالكامل خلال سنتين موجها بضرورة العمل بوتيرة عالية وتسليم المشروع ضمن البرنامج الزمني المحددة ووفق المواصفات المحددة وخلال لقائه العاملين في المشروع أثنى المهندس عماد خميس على جهود العمال المستمرة للبناء رغم التحديات والظروف التي تمر بها سوريا وقدم لهم التهنئة بعيد العمالة المعركة في ظروف الحربي جيشنا عم يدافع ضد الإرهاب وأنتوا عم تبنوا بالجهة الأخرى ما دمروا الإرهاب وبالعكس عم تبنوا أكثر لما بعد ذلك في تنمية وبناء سوريا فكل المحبة والتقدير لألكم لكن المحبة والتقدير الأكبر من سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد لأكم كل التقدير والمحبة وكل عام وأنتوا بخير بمناسبة واحد أيار من جانبه بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان أن الأعمال تجري بشكل ممتاز لإنجاز 1600 شقة وفق برنامج زمني محدد هلأ نحن بالسكن الشبابي في الجزيرة 15 و16 تنفيذ الشركة العامة للبناء المشروع الأول 16 في 1000 شقة والتاني 650 شقة المجموع القسمين على الهيكل 16 منتهي وال15 60% تنفيذه وفي نهاية الجولة ترأس المهندس عماد خميس اجتماع عمل في ضاحية قدسية للوقوف على واقع عمل المؤسسة العامة للإسكان وخطتها على المدى القصير والمتوسط والبعيدة الشيء الأهم اللي منعتز فيه نحن بهذا القطاع وعملنا أنه فيه ظروف الحرب هل هي بكل دول العالم تتوقف العملية التنموية القطاع الإسكاني توقف في ظروف الحرب لكن نحن الشيء الهام والمؤشر هل هي بعبر عن واقع قوة الدولة السورية والشعب السوري أن قطاع الإسكان استمر بكل عنوين خلال فتاة الأزمة ورغم هالحرب الضروسة اللي هي استهدفت كل البناء التحتية والسكانية والمعيشية المهندس عماد خميس بينا ضرورة اشتراح حلول استثنائية لتطوير واقع هذا القطاع بشكل يتناسب مع الظروف الحالية مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات وإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتحقيق نقلة النوعية في عمل المؤسسة وممارستها للدور المنوط بها على صعيد تأمين المساكن للمواطنين والتوسع بجميع المحافظات تواصل اللجنة الوزرية المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء والمكلفة بتتبع تنفيذ الخطط والبرامج التنموية لمحافظة ترتوس عملها لليوم الثاني على توالي تواصل اللجنة الوزرية المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء والمكلفة بتتبع تنفيذ الخطط والبرامج التنموية لمحافظة ترتوس أعمالها حيث تضمنت زيارة لعدد من المشاريع المقررة في المحافظة شملت شارع ثورة والعقدتين الجنوبية والشمالية لمدينة طرطوس والسكن الشبابي إضافة إلى مشروع توسيع طريق طرطوس الدريكيش رئيس اللجنة الوزرية المهندس علي حمود وزير النقل أكد على الأهمية الكبيرة للمشاريع التي يتم العمل عليها حاليا والتي تم إقرارها خلال جولة رئيس مجلس الوزراء المهندس عمد خميس والوفد الحكومي المرافق قمنا بزيارة إلى مشروع شارع الثورة شارع الثورة هذا الشارع الهام جدا والذي يتوسط مدينة طرطوس والذي يعتبر من الشوارع الأهم في هذه المدينة الجولة الثانية كانت إلى العقد الجنوبية عقدة الكراجات هذه العقدة الهامة جدا والتي تصل بين مدينة طرطوس والقطر اللبناني الشقيق بين مدينة طرطوس وحمص وبالتالي إلى العاصمة بين مدينة طرطوس ومنطقة صافيطة وبين مدينة طرطوس هو الكثير من الفعاليات الهامة جدا سننطلق إلى مشروع طريق تيش هذا الطريق الهام جدا والحيوي وهذا المشروع الذي كان مكرمي حقيقي من السيد رئيس مجلس الزراء لأهالي طرطوس المشروع الذي يبلغ طوله 27 كيلو متر ويحوي على 112 منعطف وبالتالي كان هناك ضياع للوقت كثير أثناء استخدام السيارات لهذا الطريق إضافة إلى ذلك سكن الشبابي في طرطوس تم متابعة هذا المشروع وتم الاطلاع على استمرارية العمل بعد جولة السيد رئيس مجلس الزراء وهناك وثيرة عمل عالية جدا وهناك التزام بمواعيد تنفيذ العمال وسيتم الالتزام بإنهاء المشروع بقسميه القسم الحالي الذي هو قيد التنفيذ والقسم الآخر الذي تم وضعه حجر أساس له في عقدة الشيخ سعد بدوره أكد وزير النفط المهندس علي غانم أن اللجنة الوزارية تتابع على أرض الواقع تنفيذ المشاريع لضمان الاستمرارية بالعمل وإزالة كافة العوائق والصعوبات أمام تنفيذها تم وضع مصفوفة تنفيذية للمشاريع تتضمن الجدول الزمني وأيضا الوقوات وكل المشاكل التي يجب أن تزلل لتنفيذ هذه المشاريع والمدد الزمنية اللازمة للتنفيذ ووضع مصطرة زمنية لكل مشروع من المشاريع اليوم كان مقرر هو الجولة التفقدية على المشاريع التي هي قيد التنفيذ بدأنا بالعقد المرورية التي هي الشمالية والجنوبية في محافظة ترطوس وأيضا اليوم نحن بتفقد المشروع الأهم لمحافظة ترطوس وهو أسراد ترطوس أدريكيش واتفقدنا ثلاث مراحل من مراحل التنفيذ فيه وشايفين وطيرة العمل التي هي عالية جدا ومتابعة بشكل دقيق والتوقع أن ينجز هذا المشروع بأقل من المدد الزمنية المقررة له محافظ ترطوس صفوان أبو السعد أشار إلى أن العقبات التي كانت تقف أمام تنفيذ مشاريع ترطوس تم تذليلها بعد زيارة الوفد الحكومي إليها ووضع برنامج زمني لتنفيذها أريد أن أوجه بطاقة شكر للفريق الحكومي وعلى رأسنا السيدة والزراء الذي قدم دعم لا محدود لترطوس ولمشاريع ترطوس كما تعلمون أن مشكلة مشاريع ترطوس كانت هي فقط التمويل الآن التمويل قد أتى هناك فريق حكومي متابع يحب ترطوس يعمل بجدية كبيرة من أجل إنجاز المشاريع وفق البرنامج الزمني الذي وضعه السيد رئيس ميس الوزراء على قدم وساق يجري العمل في هذه المشاريع بمتابعة وجولات ميدانية يومية قم بها اللجنة الوزرية المكلفة من رئاسة مجلس الوزراء يجري خلالها الاكتزام بتنفيذ الجدول الزمنية المقررة لمختلف المشاريع والإشراف المباشر على العمل وعدم التهاون مع أي تقصير ترجمة نانسي قنقر اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الأسرى داخل سجن عسقلان ما أدى إلى إصابة خمسة بشروح فيما ساد الإضراب الشامل مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة تضامنا مع الإضراب المفتوح عن الطعام التي ينفذها الأسرى في سجون الاحتلال مع تصاعد إجراءات إدارة السجون الصيونية ضد الحركة الأسيرة بسبب دخولهم في معركة الحرية والكرامة للإضراب المفتوح عن الطعام منذ السابع عشر من نيسان الجاري يتواصل الحراك الشعبي وحركة التضامن مع الأسرى إضراب عام وشامل شمل كافة مرافق الحياة الرسمية والشعبية في مدينة الخليل المحتلة من إغلاق المحال التجارية أبوابها وتعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية والتابعة لها تضامنا مع الحركة الأسيرة التي تسعى من خلال إضرابها إلى تحقيق مطالبها العادلة من حيث تحسين الظروف الحياتية للأسرى الأمر الذي لا زالت ترفضه ما تسمى مصلحة السجون الصهيونية بقيت تضامن يعني إشي عن جد حلو ومرتب كله مسكر كله متضامن مع الأسرى لحد حتى أن الناس هي نفس حطى على المحلات كلها اليوم إضرابت ضامن مع الأسرى هذا إشي طبعا مفخرة والحرية للأسرى وفي مدينة رام الله أغلقت المحل أبوابها وخلت الشوارع من المرة فيما علت هتافات المتضامنين مع الأسرى البواسل في سجون الاحتلال حيث رفع المشاركون صور أسراهم واللافتات المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى العالم تهب الهتب إحنا ما نستنى الفصائل للحكومة إحنا نطلع كل الجماهير يطلعوا السيارات يوقفوا كل العالم يتوقف تميز هذا اليوم أن الشعب الفلسطيني يتحد بمضامين عملية خلف الأسرى في معركتهم في انتفاضاتهم في وجه الظلم دلالات هذا اليوم أنه نحن من عشر سنوات لم تكن الضفة وغزة تشترك في فعالية نضالية واحدة اليوم هذا تحقق هذا يدل على أن الشعب الفلسطيني يوحده النضال والمقاومة المشهد ذاته انتقل إلى غزة حيث نصبت خيمة كبيرة جمعت عشرات الفلسطينيين المتضامنين مع الحركة الأسيرة ورفعت ذات المطالب المنادية بإخلاء السجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين خلف زنزانات المحتل الغاشم في العراق وبعد أن تم الإعلان عن تحرير الجيش العراقي قضاء الحضر جنوب الموصل بالكامل القوات العراقية تدمر أليات لتنظيم داعش بين ديالة وصلاح الدين وتقضي على عدد من إرهابيه تحرير قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي إنجاز جديد يضاف إلى كل ما حققته القوات العراقية المشتركة من نجاحات في معاركها التي كبرت من خلالها الإرهابيين خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد وفيما تستعد القوات العراقية لتحرير المناطق المحيطة بقضاء الحضر بتغطية جوية كاملة من سلاح الجو أعلنت قيادة عمليات دجلة عن تدمير 15 تسيارة ومخابئة للأعتدة والمتفجرات وتفكيك العديد من العبوات الناسفة بين ديالة وصلاح الدين وحسب قيادة عمليات دجلة فقد قضت قطعات الفرقة الخامسة المدعومة بالشرطة والحجد الشعبي والعشائري في هذه العملية النوعية على أحد عشر إرهابيا بينهم متزاعمون ضمن محور الميتة وحاو العظيم قرب الحدود الفاصلة بين المحافظتين وتأتي عمليات الجيش العراقي لتطهير محور الميتة وحاو العظيم ضمن المحاور الرئيسية لعمليات تطهير مطيبجة إذ قتل فيها أربعة متزاعمين من داعش بعدما حاولوا الهروب من خلال واد ضيق إلا أن أحدى مروحيات التابعة لطيران الجيش طردتهم ونجحت من توجيه ضربة مباشرة أسفرت عن مقتلهم عمليات تطهير مطيبجة توقع عسكريون عراقيون أنها بداية لمعركة تحرير الحواجة وبقية المناطق من عصابات داعش الإرهابية مقتل عدد من جنود المرتزقة السعودين في استداف الجيش واللجان اليمنية عدة مناطق عسكرية في منطقة الربوع بعسير النظام السعودرة على محافظة الصعدة شمال اليمن كان أغلبها على مديرية باقم الحدودية الجيش واللجان الشعبية ردوا على الاعتداءات بتنفيذ عدة عمليات منها كمين نوعي محكم على مدرع وألية عسكرية تابعة للإرهابيين الذين تدعمهم السعودية أسفرت عن مقتل عشرة منهم كما قتل آخرون منهم في مناطق متفرقة في صرواح وفي عسير قتل عدد من الجنود السعوديين نتيجة استهداف آلية عسكرية في منطقة الربوع كما أسفرت عمليات الجيش واللجان الشعبية عن مقتل عدد من مرتزقة العدوان في عسيلان بشبوى شرق اليمن وفي كمين محكم دمر الجيش اليمني آليتين السعوديتين بالإضافة إلى مقتل جنديين في عسير كما استهدف الجيش بقصف صاروخيا أيضا معسكر الحاجر وتجمعا لجيش العدوان السعودي في منفذ علب محقيقة إصابات مسددة ودقيقة مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت مخزن أسلحة تابعة لجيش النظام السعودي في جيزان ما أدى لنشوب حريق كبير بالمكان وصل المعارض البحريني عبدالهادي الخواجة الذي يمضي حكما بالمؤبد في سجون نظام بني خليفة إضرابا أو إضرابه الجديد عن الطعام تنديدا بإجراءات سلطات الخليفة وللمطالبة باحترام حقوق سجناء من قبل إدارة السجنة وصل المعارض البحريني عبدالهادي الخواجة الذي حكمت عليه محكمة استثنائية تابعة لنظام المنامة في حزيران عام 2011 مع عشرين معارضا آخر بالسجن بتهمة التآمر على نظام الحكم وحكم على سبعة من المجموعة بالسجن المؤبد وعلى الآخرين بعقوبات تتراوح بين سنتين وخمس عشرة سنة إضرابا جديدا عن الطعام للمطالبة باحترام حقوق السجناء من قبل إدارة السجن مركز الخليج لحقوق الإنسان أكد أن المعارض البحريني الذي يحمل الجنسية الدينماركية أيضا بدأ الإضراب عن الطعام في الثاني عشر من نيسان الجاري في خامس إضراب له عن الطعام منذ توقفه في نيسان من عام 2011 ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الإجلاء الطبي الفوري لعبدالهادي الخواجى خارج البحرين حيث أن حياته في خطر وشيك ويحتاج إلى رعاية طبية مناسبة واعتبرت منظمات حقوقية أن الخواجى سجين رأيه وكانت محكمة تتبع لنظام آل خليفة قضت بالسجن على 36 بحرينيا بزعم تشكيل مجموعة إرهابية وجردتهم من جنسيتهم ويشار إلى أن نظام آل خليفة يواصل استهدافه معارضيه في إطار محاولاته معاقبة البحرينيين على خلفية مطالبهم الإصلاحية التي أطلقوها منذ العام 2011 والتي واجهها بالقمع والاعتقال وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركات الاحتجاجية ورغم تراجع وتيرة العنف في العوام الأخيرة لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين توعدت إيران بينزال أشد العقوبات بحق مرتكبي شريمة قتل حراس الحدود الإيراني والذي ذهب ضحياته عشرة جنود أوضحت وكالة تسليم الإيرانية استنادا إلى مصادر عسكرية أن عناصر الحرس قتلوا في كمين نصبه الإرهابيون في منطقة مرجاوة بمحافظة سستان وبلوشستان قرب الحدود مع باكستان مشيرة إلى أن مجموعة ما يسمى جيش الظلم المتطرفة تبنت المسؤولية عن الهجوم وزير الدفاع الباكستاني خواج محمد أصف يؤكد بعد لقاء جماعه مع نظيره الروسي سرغي شويغو أن البلدين يتبادلان المعلومات الاستخباراتية بشأن مكافحة الإرهاب والمخدرات في أفغانستان يبدو أن موسكو عادت لتأخذ مكانها الطبيعي كقطب عالمي إلى سيما بعد دعمها للحروب التي تشن ضد الإرهاب في أماكن عدة في العالم باكستان تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع روسيا بشأن مكافحة الإرهاب والمخدرات في أفغانستان حيث ورد ذلك خلال لقاء جمع وزير الدفاع الباكستاني خواج محمد أصف مع نظيره الروسي سرغي شويغو وكالة أعلام الروسية نقلت عن أصف أنه تباحث مع شويغو حول سير التعاون بين موسكو وإسلامباد في المجال العسكري مع التركيز على قضايا مكافحة الإرهاب الوزير الباكستاني أشار إلى أن هذا التعاون حقق تقدماً خلال الثلاث أو الأربع السنوات الماضية مؤكداً أن الطرفين اتفقوا على زيادة جهود الباكستانية في إطار هذا التعاون معرباً عن ترحيب بلاده بمبادرات روسيا وقيادتها للمساعي الهدفة إلى أحلال السلام في أفغانستان وفي مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات تطور التعاون بين البلدين جاء بعد رفض الوزير الباكستاني الاتهامات الأمريكية لروسيا وباكستان بتسليح حركة طالبان في أفغانستان مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها وأنها ليست إلا محاولة للفت الأنظار عن إخفاقات واشنطن في أفغانستان دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى تكثيف العلاقات والاتصالات والعمل المشترك بين روسيا واليابان ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتن قوله في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في موسكو إن هناك حركة إلى الأمام في العلاقات بين البلدين بدوره أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عند طلع بلاده إلى التعاون مع روسيا في القضايا الدولية الأساسية والأسيما الأزمة في سوريا والوضع في شبه الجزيرة الكورية قوات الأمن الفرنسية تشتبك مع شبان يحتجون على نتاج الانتخابات الفرنسية معلنين رفضهم لكل المرشحين إيمانويل ماكرون وزعيمة الجبل الوطنية ماري لوبان كان المشهد مجرد تجمع لطلاب المدارس الفرنسيين من أجل التعبير عن رأيهم بالانتخابات التي شهدت بلادهم مرحلتها الأولى تلبية لدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل طلاب يعتبرون أنفسهم معادين للرأس مالية والفاشية من ساحة الجمهورية في العاصمة باريس انطلق المئات منهم مرددين شعارات رافضة لكل المرشحين للانتخابات الرئاسية الوزير السابق إيمانويل ماكرون الملقب من قبلهم بمرشح الصفقات المالية الكبيرة وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف ما أدى إلى أغلاق عشرين مدرسة ثانوية بالكامل لا للفاشيين في أحيائنا فلا ما كان لهم بيننا أعتقد أن الجبهة الوطنية تنجح بشكل جيد في القضاء على نفسها لم يتوقع هؤلاء الطلاب أن ينقلب المشهد فجأة فهم يظنون أنفسهم يعيشون في بلاد تصون حرية التعبير انتشار سريع لرجال الشرطة قنابل مسيلة للدموع واشتباكات أدت إلى إصابة عدد من المحتجين لا نريد لوبان ولا ماكرون هذا ما حملته لافتات المتظاهرين قبيل الجولة النهائية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في السابع من شهر أيار القادم في مشهد ربما يعكس مزيدا من الفوضى في الموعد المنتظر أصيب شرطيان فرنسيان بشرح برصاص أطلقه إرهابي في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي وقال بيان صدر عن شرطة المحلية إنه أصيب شرطيان في لاريونيون أثناء اعتقاله شخص خطير وبعد الاشتباك والرد على نيران الإرهابي تمكن رجال الشرطة من ضبط المهاجم هذا وأفاد مصر قضائي بأن قسم مكافحة الإرهابي في باريس فتح تحقيقا حول الحادث ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب يحمل حقيبة مليئة بسكاكين بالقرب من ساحة البرلمان في العاصمة لندن وقالت إنه كان ينوي تنفيذ عمل إرهابي ونشرت وسائل أعلام بريطانية صورا للشاب المهاجم ومجموعة من السكاكين الملقات على الأرض بعد قيم الشرطة باعتقاله واستخراجها من الحقيبة فيما أكدت مصادر في الشرطة البريطانية أن المسلح كان ينوي تنفيذ عمل إرهابي وموضحة أن الإجراءات الأمنية أدت لإغلاق الطرق المحيطة بمقر البرلمان على خلفية تدهور الوضع في شب الجزيرة الكورية دعا الرئيس الروسي فاديمر بوتين كافة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وذلك بعد تصريحات قائد القوات الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هاري هاريس التي أكد فيها قيام البنتاجون بإعداد الخيارات لضربة استباقية ضد كوريا الديمقراطية تغط على الساحة الدولية خلال الأيام الماضية أزمة سياسية حادة بين بيونج يانج وواشنطن وصلت حد تبادل الوعيد والتهديدة فمع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم جعل المواجهة أكثر احتداما وإثارة حيث يخوض هذه المرة غمار المعركة أمام رجل يفوقه إثارة للجدل وهو الزعيم الكوري كيم جونج أون قائد القوات الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هاري هاريس أكد أن البنتاجون أعد الكثير من الخيارات لضربة استباقية ضد كوريا الديمقراطية بغية إعادة زعيمها إلى وعيه وليس إركاعه هاريس أضاف أن واشنطن تدرس حاليا جميع الخيارات المتاحة بشأن بيونج يانج بما في ذلك استخدام القوة على نحو سيؤثر على خطة كوريا الديمقراطية العسكرية هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكستر ريسون ووزير الدفاع جيمس ماتس ومدير الاستخبارات الوطنية دانيل كوتس أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط على بيونج يانج من خلال تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتعاون مع حلفاء واشنطن وشركائها في المنطقة المسؤولون الأمريكيون أكدوا أن نهج الرئيس ترامب هذا يهدف إلى إجبار كوريا الديمقراطية على وقف برنامجها لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية ونشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها التصعيد الخطير بين أمريكا وكوريا الديمقراطية ترى بإلى حد الانفجار على وقع تصريحات هنا واستعدادات هناك قد تنذر بقدوم حرب نووية بين الطرفين أو على الأقل مناوشات عسكرية أمر يطرح تساؤلات مهمة عن طبيعة هذا التصعيد وهل من الممكن أن يصل حد الحرب؟ وما هي قدرة الطرفين على الصمود في حرب قد لا تبقي ولا تذر بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية ملفات الساعة الأخيرة ولم يبقى إلا التذكير بأبرز العنوين الرئيس الأسد يؤكد أن إسرائيل تدعم الإرهابيين في سوريا عن طريق تقديم السلاح والدعم اللوجستي والطبي مصدر عسكري يقول أن عدوان إسرائيلي استادف أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولية وكان في الساعة أيضاً دعماً لإضراب الأسر الفلسطينيين في سجون الاحتلال إضراب شامل في مدن ضفة الغربية المحددة إلى اللقاء اشتركوا في القناة